السلام عليكم زيكم يا حبيبا عاملين ايه النهاردة كده هنعمل مع بعض وصفة سهلة وبسيطة ومن غير امكانيات يعني تنفع معنا كده بقى لو تبقى معنا اي كتعة من اللحمة او كتعة من الفراخ نقدر نعمل منها الوصفة الجميلة دي يعني يعتبر نسميها كده وصفة من وصفات اخر الشهر واكيد كل البيوت المصرية بيعد عليها ايام زي دي فمحتاجة تمشي الدنيا عندها الوصفة بتاعت النهاردة مش هنحتاج فيها غير كيلو مقارونا وكيلو من التماطم وكمية البصل ناخد بصلتين على كل كيلو نيجي كده الاول ونروح على النار على طول هحط معايا مقعب من الزبدة ومعلقة كبيرة من الزيت طبعا نقدر نبدل الزبدة بالسمنة ينفع نيجي دلوقتي بقى حطينا البصلتين مقطعاهم جوانح بالشكل ده واجي هنا بقى كده على الرخامة معايا كتعة الفراخ اللي تبقت مني او مش عارفة اعمل فيها ايه طبعا بتحصل عندنا كتير الاوقات دي بيجي بقى عندنا منابئة او منابئين كده من اللحمة مش عارفين نعمل بهم ايه والاولاد مش حابين ياكلوهم وخلاصهم ما تسرقوا فحابين نعيد تدورهم او نعمل منهم وصفة جميلة الاولاد يحبوا ياكلوها طبعا وصفة النهاردة دي اتمنى ان انتوا تجربوها لان هي فعلا اقتصادية وطعمها جميل يعني طعمها جميل جدا والسوس بتاعها ده بيبقى يعني بسم الله ما شاء الله جميل جدا اقطع بقى كمية الفراخ اللي معايا بالشكل ده وانا مولى على النار حتى فيه ها البصل البصل بتاعي بيتبل يا دوبك يتبل بس وهنزل عليه كده بكمية الفراخ اللي معايا نقدر نبدل الفراخ دي ونعملها لحمة برضو لو تبقى مننا كتعة لحمة او كتعتين نقطعهم برضو شرايح او زي الشاورمة كده بالشكل ده ونعمل نفس الوصفة معايا دلوقتي هنا هبهرهم بقى بشوية ملح بفلفل اصمر ومعلقة من المرأة الفورية نقدر نبدل المرأة الفورية بمكعب مرأة وممكن نشيل المرأة خالص لو ما بتحبهاش خلاص كده ادتها تشويحة بسيطة خالص يعني حوالي دقيقتين اتنين على النار مع البصلة بالشكل ده واجي هنا بقى اجيب الماكورونا اللي معايا طبعا انا استخدمت النهار ده ماكورونا من اللي هي الخواتم نقدر نبدل شكل الماكورونا باي ماكورونا نحبها معايا الكيلو الطماطم نزلتي بيه كده في البداية مقطعه آآ مكعبات واجي هنا اجيب بقى الماكورونا بتاعتي طبعا عايزين نقلل الكمية هنحط نص طماطم مع النص الماكورونا يعني كل نص كيلو ماكورونا بياخد زيه آآ الطماطم خلاص كده نزلت بقى الماكورونا على الطماطم وطبعا عايزين نعرف ازاي هنسقش الماكورونا بتاعتنا دي نعرف ازاي هنسويها كويس هنقلب كده المكونات بتاعتنا مع بعض مش هضيف كمية الماكورونا بتاعتي مرة واحدة الا مما شوف بعناي دلوقتي الكمية بتاعتي مناسبة جدا الماكورونا طبعا مش زي الرز يعني بتاخد ارتفاع بس ما بتبقاش بين معانا ان يعني ما نقولش الرز دي بقى نحط له زي ما بنيجي نسوي الرز دي كمية مية زيادة قوي لا طبعا الماكورونا بتبقى واخد ارتفاع فبتخمنا شوية هو كمية المية بتاعت دي جميلة جدا خلاص اصبت الحدق بتاعي بقى وحط المكعب المرأة بتاعي وغطي عليها اول ما تبتدي تغلي هوطي النار توطية اللي هي القوي شوية تغلي حوالي دقتين وبعدين نغطي عليها النار خلاص استوت معايا وهي بيبقى فيها سوس جميل كده يعني بسم الله ما شاء الله واجبة بسيطة ومن غير امكانيات ومن غير ادوات يعني بصوا الوجبة بتاعتنا دي كل حاجة فيها طبق ده مش عايز اي حاجة تانية جنبه هو طبق كده تعمليه للاولاد بالفة هنا وصحة ينفعنا بينفع كتير جدا في وقت الازمات ووقت الزنقى يعني اي مناب موجود عندي بحب اعمل الوصفة الجاملة دي بتمشي اليوم وكمان الاولاد بيحبوها خلاص كده الطبق بتاعنا يعتبر خلص نجيب بقى هنا يعني ناكله نقدمه بالشكل ده نقدر نقدمه كده عايزين نزود بقى شكله ونديله كمان شكل يعني مبهج شوية بالنسبة للاطفال طبعا بيحبوا الشكل والريحة بتاعته الريحة جنان اكون معايا بقى شوية خضرة مقطعهم كده مقعبات كسبرة يعني يفضل ان هي تكون كسبرة واجي اديهم رشة كده على الوش وطبعا هنقدمها بقى مع بعض بالشكل ده طبعا لو حبين كتعة مخلل جنبها وهي لوحدها مش محتاجة اي حاجة تانية جنبها طبق سهل وبسيط واقتصادي ينفع معانا في كل حاجة طبعا اتمنى ان انتوا تجربوه وتقولولي رأيكم في التعليقات وطبعا زي ما تعودت منكو كده في كل فيديو بنزله تعليقاتكم الجميلة اللي بتفرحني وبتشجعني وبتحمسني ان انا اقدر وقوم وقف وعملكو وصفات تانية وفيدة طبعا ان احنا بنعمل حاجات بسيطة تمشي مع كل حد يقدر يعملها يعني مش ان انا هقدم حلويات بس وهقدم وصفات حلوة او وصفات غالية لا احنا كل حاجة بنعملها وكده اكون انا خلصت الفيديو مع السلامة